اهلا بكم سنة خمسة ابتدائي ومعانا النهاردة تاني درس في الوحدة التانية بعنوان مصر في عصري البطالمة والرومان مصر في عصري البطالمة والرومان يعني ايه العنوان ده؟ اقولك يعني هنتكلم عن مصر بلدنا ايام زمان بس مش ايام ما كان اددنا اقوياء وكانوا بيحكموا مصر بلدنا لا ده في ناس تاني جم ودخلوا مصر وحكموا المصريين ناس اسمهم البطالمة وبعدهم جه ناس تانيين برضو حكموا مصر اسمهم الرومان فاحنا بقى عاوزين نعرف مصر بلدنا كانت عاملة ايه ايام ما كان البطالمة بيحكموا مصر وبرضو نعرف كانت عاملة ايه ايام ما كان الرومان بيحكمون طب بس استنى هنا احنا عاوزين نعرف الاول هم الناس اللي اسمهم البطالمة والناس اللي اسمهم الرومان جم مصر ازاي اقولك علشان نعرف القصة دي هنرجع لايام زمان ونتكلم عن واحد اسمه الاسقندر الاكبر الاسقندر الاكبر ايوة ده واحد مصري اقولك لا ده قائد يوناني يعني من بلاد اليونان يبقى احنا هنتكلم عن شخصية اسمها ايه الاسقندر الاكبر الاسقندر الاكبر ده مصري اقول له لأ ده قائد يوناني يعني من بلاد اليونان بيقولك بقى ان الاسكندر الاكبر ده كان قوي جدا جدا وعنده جيش كبير جدا جدا فخرج بالجيش بتاعه من بلده اللي هي بلاد اليونان وفضل يدخل بلد ورى بلد وياخدها ويحكمها لحد ما وصل لمصر وهنا بقى قال لكان لازم سيطر على مصر وحكمها طب السؤال هنا ليه الاسكندر قرر انه يسيطر على مصر اشمعنا يعني يعني لما يقولي بما تفسر قرر الاسكندر السيطر على مصر اقول له علشان حكتين اول حاجة لتوسيع امبراطوريته يعني ايه لتوسيع امبراطوريته اقولك الاسكندر ده كان بيحكم بلاد كتير ولما واحد يحكم اكتر من بلد بنقول انه عنده امبراطورية يعني بلاد كتير فالاسكندر كان عايز يقبر الامبراطورية اللي بيحكمها في انه يستولى على مصر ويسيطر عليها طيب تاني سبب ايه خلال اسقندر قرر انه لازم يسيطر على مصر اقول لك تأمين الغزاء لجيشه مش احنا قلنا ان اسقندر كان عنده جيش كبير جدا ايوه الاسقندر بقى كان عايز يوفر الاكل بتاع الجيش ده طب ايها علاقة الاكل اللي هو الغزاء ومصر بلدنا اقولك ماهي مصر بلدنا دي كانت اكبر بلد فيها امح في العالم القديم يبقى مصر بلدنا كانت اكبر بلد فيها امح اه فالإسكندر قال لك أنا لازم أسيطر على مصر وحكمها علشان أوفر الأكل يعني أأمن الغذاء لجيشه يبقى كده الإسكندر قرر ياخد مصر علشان حكتين منها يوسع الإمبراطورية بتاعته ومنها يوفر الأكل للجيش بتاعه يبقى لما يجيلي سؤاله يقولي بما تفسر قرر الإسكندر السيطرة على مصر ليه الإسكندر قرر أنه يستولى على مصر وياخدها ويحكمها أقوله علشان حكتين لتوسيع إمبراطوريته وتأمين الغذاء لجيشه طيب السؤال هنا بقى اللي هيجي في بالنا الوقت هو ازاي الإسكندر الأكبر هيقرب من المصريين ويخليهم يحبوه لأننا طبعا عارفين أنه يوناني مش مصري فاحنا عايزين نعرف بقى هو ازاي هيخلي المصريين يحبوه ويقربوا منه وكمان ما يقرهوش حكمه بيقولك أن الإسكندر كان عارف أن الدين والآلهة بتاعت المصريين دي أهم حاجة عندهم فقال لك خلاص أنا هحترم الدين بتاعهم والآلهة بتاعتهم علشان المصريين يحبوني طب يعمل إيه بقى الإسكندر الأكبر علشان يبين للمصريين أنه بيحترم الدين بتاعهم قال لك أنا لازم أزور أشهر المعابد اللي موجودة عند المصريين وفعلا راح زار معبد الإله آمون اللي كان موجود في واحد سيوة يبقى الإسكندر علشان يتقرب من المصريين ويخلي المصريين يحبوه عمل إيه؟ أقول له راح زار أشهر معبد كان موجود في الوقت ده اللي هو معبد الإله آمون اللي كان موجود فين؟ اللي كان موجود في واحد سيوة يبقى لما يجي يقول لي ماذا فعل الإسكندر الأكبر ليتقبل المصريين حكمه الإسكندر عمل إيه علشان المصريين يتقبلوا حكمه ويكسب تأييدهم أقول له أزهر احترامه للديانة المصرية يعني بين قدام الناس كلهم أنه بيحترم الدين المصري فزار معبد الإله آمون في واحد سيوة يبقى لما يجي يسأل ويقول لي ماذا فعل الإسكندر الأكبر ليتقبل المصريين حكمه الحاجات اللي عملها الإسكندر الأكبر علشان يخل المصريين يتقبلوا أن واحد مش مصري يحكمهم أقول له أزهر احترامه للديانة المصرية فزار معبد الإله آمون في واحد سيوة طيب افرد سألني وقال لي بما تفسر زيارة الإسكندر الأكبر لمعبد آمون في واحد سيوة يعني إيه السبب؟ اللي خل الإسكندر يروح يزور معبد الإله آمون اللي كان في واحد سيوة أقول له ليتقبل المصريين حكمه ويكسب تأييدهم علشان يأيدوه ويتقبلوا حكمه يبقى ليتقبل المصريين حكمه ويكسب تأييدهم طيب كده احنا عرفنا ليه الإسكندر قرر أنه يسيطر على مصر وكمان عرفنا إزاي قدر يخلي المصريين يتقبلوا حكمه طب إيه أشهر بقى حاجة عملها الإسكندر الأكبر في مصر وكمان لسه موجودة لحد النهاردة أقولك تعرف مدينة الإسكندرية؟ طبعا هتقول لي أيوة أقولك بقى مدينة الإسكندرية دي الإسكندر الأكبر هو اللي خطط لبناء مدينة الإسكندرية هو اللي خطط واختر المكان وكل حاجة أيوة ده حتى اسمها الإسكندرية جاية من اسم الإسكندر الأكبر طب السؤال هنا إيه اللي خلى الإسكندر يخطط لبناء مدينة اسمها الإسكندرية؟ أقول له لتكون عاصمة للبلاد علشان تبقى هي عاصمة مصر في الوقت ده ما كانش في مدينة اسمها القاهرة لست بنت أصلا فالعاصمة اللي كانت قبل القاهرة هي الإسكندرية اللي بناها مين؟ الإسكندر الأكبر بناها علشان تكون عاصمة للبلاد يبقى لو حد سألني وقال لمين اللي خطط لبناء مدينة الإسكندرية لتكون عاصمة للبلاد أقول له الإسكندر الأكبر بيقولك الإسكندر الأكبر مات وما حكمش مصر وقت كتير طبعا اول سؤال هيجي في بالنا هو مين اللي هيحكم مصر بعد ما الاسكندر الاكبر ما مات قالك اللي حكم مصر على طول بعد الاسكندر واحد من الجيش بتاعه واحد من الجيش بتاعه ليه قالك لان الاسكندر ده ما كانش لحد يورس الحكم بتاعه لعني ما كانش له وريس علشان كده فيه واحد من الجيش بتاع الاسكندر الاكبر هيحكم مصر طب الواحد ده اسمه ايه اقول له اسمه بطلميوس الاول اسمه ايه بطلميوس الاول اقول لك اه وبطلميوس الاول ده هيعمل دولة في مصر هنقول عليها دولة البطالمة فاكر العنوان كان اسمه ايه اه مصر فيه عصري البطالمة والرومان البطالمة دول هيبدأوه من عند بطلميوس الاول لانه مؤسس دولة البطالمة هيحكم مصر وهيجي بعده واحد اسمه بطلميوس الثاني بعد بطليموس الثاني هيجي واحد اسمه بطلميوس الثالث بعد بطلميوس الثالث هيجي الرابع نفضل نعدي كده لحد ما نوصل لآخر حد في دولة البطلمة كان اسمها كليوباطرة السابعة مالك اسمها كليوباطرة السابعة أيوة يبقى احنا كده عرفنا ازاي البطلمة جوم مصر جوم لما الإسكندر الأكبر جه ولما الإسكندر مات في واحد اسمه بطلميوس الاول مسكي الحكم ومن عند بطلميوس الاول لحد كله بطرة السبعة ده اسمه عصر البطالمة علشان كده بقى لو جينا نشوف الوقت من ساعة ما الاسكندر جيه يحكم مصر وكمان دولة البطالمة دي كلها يعني الاسكندر وخلفاءه ده بينقول عليهم حكمه تلات كورون يعني تقريبا كده تلتمائة سنة طيب هل الاسكندر تبع دولة البطالمة اقولك لا دولة البطالمة اللي اسسها بطلميوس الاول ده احنا سمناها البطالمة نسبة الى اسمه بطلميوس علشان كده بنقول على الدولة بتاعته دولة البطالمة اما الاسكندر لا مالوش دعوة بدولة البطالمة ده قائد يوناني جيه قاعد في مصر فلما مات بقى فيه دولة اسمها دولة البطالمة في مصر طب مين مؤسس دولة البطالمة بطلميوس الاول طب بطلميوس الاول ايه اول حاجة عملها قالك اكمل بناء مدينة الاسكندرية اللي كان طبعا خطط لها مين الاسكندر الاجبر وبقت هي عاصمة مصر فعلا في الوقت ده طيب اخر ملك او اخر ملكة في دولة البطالمة مين اقولك الملكة كليو بطرة السبعة دي اخر ملكة من ملوك البطالمة يبقى اول ملك بطلاميوس الاول في دولة البطالمة اخر ملك في دولة البطالمة اقوله الملكة كليو بطرة السبعة طيب كده احنا عرفنا امتى بدأت دولة البطالمة وامتى هتنتهي دولة البطالمة بدأت بواحد اسمه بطلاميوس الاول وهتنتهي بواحدة اسمها كليوباطرة السبعة علشان لما يجيب لي سؤال ويقول لي اكمل الدولة التي تأسست في مصر بعد وفاة الاسكندر الاكبر دولة مين اقول له دولة البطالمة طب تقرب الاسكندر الاكبر للمصريين عن طريق زيارة معبد الاله مين اقول له لما ظار معبد الاله امون اللي كان في واحد سيوة طيب رقم 3 قام الاسكندر الاكبر بالتخطيط لبناء مدينة ايه هو الاسكندر خطط لبناء مدينة ايه اقول له طبعا مدينة الاسكندرية جاب لي سؤال اختياري وقال لي اخر ملوك البطالمة في مصر هي مين اقول له ملكة اسمها كيليو بطرة السابعة طيب كده احنا عرفنا ان احنا عندنا دولة اسمها دولة البطلمة في مصر بتبدأ بواحد اسمه بطلميوس الاول وهيفضله يحكمه كده مصر واحد ورا واحد فيهم لحد ما نوصل لوحدة اسمها كيليو بطرة السابعة طيب الوقت بقى عاوزين نعرف مع بعض مصر بلدنا كان يتعامل ايه ايام ما كان البطلمة بيحكمون يعني مثلا كلمني عن نظام الحكم كان عامل ازاي قالك نظام الحكم كان ملاكيا مطلقا يعني اللي بيحكم مصر اسمه ملك الملك ده بيحكم مصر مطلقا يعني بيعمل اللي هو عايزه فعلا الملك كان مسؤول عن ادارة كافة شؤون البلاد كان بيعمل كل حاجة في البلد يبقى نظام الحكم في مصر في عصر البطلمة كان نظام ايه اقول له ملاكيا مطلقا الملك معاه سلطة مطلقة يعمل اللي هو عاوزه طيب كلمة ملاكيا مطلقا دي انا عايزك تحفظها كويس جدا 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 يبقى نظام الحكم كان ايه ملاكيا مطلقا طيب المصريين اللي كانوا موجودين في الوقت ده كانوا بيشاركوا في الحكم يعني بيتولوا مناصب عالية كده وكلام من ده اقول لك لا المصريين لم يكن لهم دورا في الحكم يبقى في نظام الحكم اقول لك النظام ملاكيا مطلقا الملك مسئول عن كافة ادارة شؤون البلاد بيعمل كل حاجة بياخد كل قرارات في كل الامور المصريين بقى ما كانش لهم اي دور في الحكم طيب كلمني مثلا في الوقت ده عن الجيش والقسطول يعني كلمني عن جيش البطالمة في مصر في الوقت ده والقسطول يعني السفن اللي في البحر اقول لك اللي اتنين كانوا قويين جدا جدا في بداية حكمهم في بداية حكم مين البطالمة في مصر لان دولة البطالمة في مصر كانت قوية في الاول وبعد كده شوية شوية بقت ضعيفة فالجيش والقسطول في الاول كانوا اقوياء بعد كده ما عادوش اقوياء يبقى مصر في عصر البطالمة في نظام الحكم اقول له ملكية المطلقة المصريين ما كانش لهم اي دور في الحكم اصلا طب الجيش والقسطول اقول له كانوا اقوياء في بداية حكمهم بعد كده الجيش والقسطول هيبقوا ضعاف جدا جدا طيب هنتكلم عن اهتان في مصر لما كان البطالمة بيحكمونا اقولك هنتكلم عن الزراعة هنتكلم عن الصناعة هنتكلم عن التجارة طيب عود نفسك من الوقتي لما تلاقي حد بيكلمك عن الزراعة والصناعة والتجارة في التاريخ يبقى بيتكلم عن حاجة اسمها الحياة الاقتصادية يعني الشغلانات الحاجات اللي كانت موجودة ايامهم في مصر يبقى لما تلاقيني بكلمك عن الزراعة والصناعة والتجارة يبقى انا بكلمك عن الحياة ايه الحياة الاقتصادية طيب تعال بقى نشوف مع بعض في الزراعة البطالمة عملوا إيه في مصر قالك أول حاجة حفروا الترع والقنوات حفروا الترع والقنوات علشان يوصلوا المية للأراضي الزراعية طب دي حاجة كويسة تاني حاجة دخلوا حاجتين جودات في مصر محاصيل زراعية وآلات زراعية محاصيل زراعية زي إيه أقولك زي العنب والزتون دول محاصيل زراعية من اللي دخلهم البطالمة طيب دخلوا بتقولي أدوات زراعية يعني ادوات بنستخدمها في الزراعة طب زي ايه اقولك الساقية عارف الساقية اه الساقية دي البطالما هم اللي دخلوها في مصر لما كانوا بيحكمون يبقى انا عندي كده اول حاجة حفروا الطرع والقنوات حفروا الطرع وقنوات وادخلوا محاصيل زراعية زي العنب والزيتون وآلات زراعية زي الساقية ايه كمان في الزراعة قالك استيراد سلالات جديدة من الحيوانات جابوا حيوانات جديدة من بلاد تانية علشان يربوها في مصر يبقى الزراعة في مصر في عصر البطالما ثلاث حاجات حفر الطرع وقنوات دخلوا محاصيل زراعية وآلات زراعية لو قال المحاصيل زي ايه اقوله العنب والزيتون والآلات الزراعية زي ايه اقوله الساقية وكمان استيراد سلالات جديدة من الحيوانات يعني جابوا حيوانات من بلاد تانية علشان يربوها في مصر طب بالنسبة للصناعة ايه الصناعات اللي كانت موجودة في مصر لما البطالما كانوا بيحكمون اقوله عندي اربع صناعات الزيوت المنسوجات الزجاج العطور تاني كده الزيوت المنسوجات الزجاج العطور دول اشهر اربع صناعات كانت موجودة في مصر في عصر البطالما طيب بالنسبة بقى للتجارة عمل ايه قالك اللي بينقل البضايع من بلد لبلد في الوقت ده ايه طبعا السفن طب احنا عايزين نعمل حاجة علشان نميز مدينة الاسكندرية ونخلي السفن اللي بتمشي في البحر بالليل تعرف مكان مدينة الاسكندرية فقاموا عاملين منارة اسمها منارة الاسكندرية منارة ايه الاسكندرية منارة الاسكندرية دي عملوها ليه يعني بما تفسر انشاء منارة الاسكندرية أقول له لإرشاد السفن في البحر لإيه لإرشاد السفن في البحر السؤال ده مهم جدا من اللي أنشأ منارة الإسكندرية البطالمة لما كانوا بيحكموا مصر ليه لإرشاد السفن في البحر طيب عملوا إيه كمان في التجارة قالك فرضوا رسوم على التجارة الخارجية يعني فرضوا فلوس على كل حاجة تبع برة طالعة من مصر أو جاية مصر دي اسمها رسوم على التجارة الخارجية يبقى احنا كده في الحياة الاقتصادية بنتكلم عن الزراعة والصناعة والتجارة في مصر في عصر البطالمة في الزراعة قلت له حفروا طرعوا قنوات ودخلوا محاصيل زراعية وآلات زراعية طب ايه هي المحاصيل الزراعية اللي دخلوها اقول له عنبوزاتون طب ايه الآلات الزراعية اللي جابوها اقول له السائية وكمان استيراد سلالات جديدة من الحيوانات في الصناعة كان عندهم اشهر اربع صناعات الزيوت والمنسوجات والزجاج والعطور في التجارة عملوا منارة الاسكندرية اقول له لارشاد السفن في البحر وقاموا فرضين رسوم يعني فلوس على التجارة الخارجية طيب كده احنا اتكلمنا عن نظام الحكم والجيش والاسطول والحياة الاقتصادية هنتكلم عن اهتنف مصر في الوقت ده اقول لك هنتكلم عن الحياة الثقافية لما كان البطال ما بيحكموا مصر الحياة الثقافية يعني ايه قالك يعني الحاجات اللي عملوها علشان العلوم والثقافة طب هم عملوا كم حاجة اقول لك حاجتين عملوا مكتبة الاسكندرية ودي اشهر مكتبة موجودة في العالم القديم وعملوا جامعة الاسكندرية ودي جامعة فيها كل العلوم اللي كانت موجودة في الوقت ده تاني كده في الحياة الثقافية عملوا كم حاجة حاجتين مكتبة الاسكندرية وجامعة الاسكندرية المكتبة كانت في مدينة الاسكندرية لان طبعا العاصمة في الوقت ده الاسكندرية حتى الجامعة كانت في الاسكندرية يبقى تاني في الحياة الثقافية في عصر البطالي ما اقول له عندي حكتين مكتبة الاسكندرية ودي اشهر مكتبة في العالم القديم كله جامعة الاسكندرية ودي فيها كل العلوم وبيتدرس فيها كل العلوم اللي كانت موجودة في الوقت ده رياضة بقى وطب وادب وتاريخ وجغرافيا وفلك المهم كان فيها كل العلوم اللي كانت موجودة في الوقت ده طيب كده احنا عرفنا كل حاجة عن مصر في ايام البطالي عرفنا في نظام الحكم ان كان ملكيا مطلقا مالك بيحكم براحته كان مسئول عن كافة إدارة شؤون البلاد والمصريين ما لهمش أي دور في الحكم في الجيش والأسطول كانوا أقوياء جدا في البداية طيب الحياة الاقتصادية يعني ايه زراعة صناعة جارة وعرفنا ان هم حفروا طرع وقنوات ودخلوا محاصل زراعية زي عينب وزاتون وآلات زراعية زي السايا وكمان استيراد سلالات جديدة من الحيوانات في الصناعة كان عندهم مربع صناعات زيوت ومنسجات وزجاج وعطور في التجارة عملوا منارة اسمها منارة الإسكندرية لإرشاد السفن في البحر وفرضوا رسوم على التجارة الخارجية طيب في الحياة الثقافية عندي حكتين مكتبة الإسكندرية ودي أشهر مكتبة موجودة في العالم القديم وجامعة الإسكندرية ودي كان فيها كل العلوم اللي كانت موجودة في الوقت ده طيب فاكر انت لما قلتلي أسماء الملوك اللي كانوا بيحكموا في دولة البطلمة أقولك أيوة بدأت ببطلميوس الأول بعد كده بطلاميوس التاني بطلاميوس التالت بطلاميوس الرابع ونفضل نعدي كده لحد ما نوصل لملكة في الاخر اسمها كليو بطرة السابعة طيب بيقولك بقى تعرف ان بطلاميوس الاول ده كان راجل قوي جدا والتاني كان قوي والتالت كان قوي الرابع كان ضعيف من اول الرابع وانت ماشي كده لحد كليو بطرة السابعة ضل ضعفاء يبقى مين الملوك الاقوياء اللي كانوا موجودين في دولة البطالمة اقول له اول تلاتة الاول والتاني والتالت طيب بيقولك بقى من عند الرابع كده بدأت دولة البطلمة تبقى دولة ضعيفة جدا طب السؤال هنا بما تفسر ضعف وانهيار دولة البطلمة ليه دولة البطلمة بقت ضعيفة وهتنهار اقول له عندي تلات اسباب لازم نحفظهم اول سبب المصريين بدأوا يعملوا صوارات ضد البطلمة دول يبقى اول سبب صوارات الشعب المصري ضدهم اول سبب ايه صوارات الشعب المصري ضدهم تاني حاجة ضعف ملوك البطلمة ضعف ملوك البطلمة اه بعد بطلميوس الكام اقول له رقم تلاتة من عند الرابع وانت جاي كلهم ضعفاء لحد ما توصل لاخر واحدة اللي كان اسمها كليو بطرة السبعة يبقى تاني سبب ادى الى ضعف وانهيار دولة البطلمة ايه اقول له ضعف ملوك البطلمة بعد بطلميوس التالت طيب تالت حاجة قالك في الوقت اللي كانت في دولة في مصر اسمها البطلمة كان في دولة قوية جدا في حتة اسمها الرومة اللي في ايطاليا ورومة دي علشان كانت دولة قوية كانت بتدخل في كل حاجة كبيرة وصغيرة في مصر وده برضو كان سبب ان الدولة بتاعت البطلمة تبقى دولة ضعيفة يبقى تالت سبب تدخل رومة اللي هي الدولة القوية في شؤون مصر الداخلية يبقى انا عندي تلات اسباب قدت الى ضعف وانهيار دولة البطلمة المصرين عملوا صورات يبقى صورات الشعب المصر ضدهم تاني حاجة ضعف ملوك البطلمة بعد بطلميوس التالت الملوك بتوع البطلمة بقى ضعفاء من بعد التالت يعني من عنده الرابع وانت جاي لحد كلوبطرة السبعة تالت حاجة تدخل رومة في شؤون مصر الداخلية رومة الدولة القوية في الوقت ده كان بتتدخل في كل كبيرة وصغيرة في مصر لدرجة ان الرومان اللي هم بتوع رومة دول هيهزموا اخر ملكة اللي هي الملكة كلوبطرة السبعة في معركة اسمها معركة اكتيوم البحرية معركة ايه؟ اكتيوم البحرية وساعة ماهزموا الملكة كلوبطرة السبعة اللي هي اخر ملوك دولة البطلمة هنا بقى مصر هتتحول من دولة بطلمية الى حدة ولاية رومانية تاني كده الرومان هيهزموا مين؟ اخر ملكة في دولة البطلمة اللي هي كلوبطرة السبعة طب غلبوها وهزموها في معركة ايه؟ معركة اسمها اكتيوم البحرية معركة ايه؟ اكتيوم البحرية طب معركة اكتيوم البحرية دي كانت سنة كام؟ اقول له سنة 31 قبل الميلاد يبقى لما يسأل ويقول لي ما النتائج المترطبة على معركة اكتيوم البحرية سنة 31 قبل الميلاد يعني ايه اللي حصل بعد معركة اكتيوم البحرية؟ اقول له تحولت مصر من دولة بطلمية الى ولاية رومانية علشان ينتهي عصر البطالمة ونبدأ في عصر جديد اسمه عصر الرومان في مصر وده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله في الجزء التاني من الدرس ده طيب يلا بينا نراجع على اهم الحاجات اللي اتكلمنا عنها في الجزء ده اول حاجة عرفناها ان الاسكندر الاجبر ده قائد ايه يوناني طيب الاسكندر الاجبر قرر السيطرة على مصر ليه اقول له علشان حكتين لتوسيع امبراطوريته وتأمين الغذاء لجيشه طيب ايه الحاجة اللي عملها الاسكندر الاجبر علشان المصريين يتقبلوا حكمه اقول له ازرح ترامه للديانة المصرية فزار معبد الاله امون اللي في واحد سيوة طب بما تفسر زيارة الاسكندر الاجبر لمعبد امون في واحد سيوة اللي خلي يروح هناك اقول له ليتقبل المصريين حكمه ويكسب تأييدهم طب مين اللي خطط لبناء مدينة الاسكندرية طبعا الاسكندر الاجبر طب لما الاسكندر الاجبر مات من اللي هيمسك الحكم اقول له واحد اسمه بطلميوس الاول وده اللي هيأسس دولة البطلمة وهيكمل بناء مدينة الاسكندرية وهنبدأ بقى نتكلم عن مصر تحت حكم البطلمة اللي لما نيجي نحسب المدة اللي حكموا فيها مصر مع الاسكندر الاجبر هنلاقيهم تقريبا كده تلتميت سنة يعني تلات قرون لاننا عارفين ان احنا في الدرسات بنقول عالمية سنة قرن ودول تلتمية فيبقى تلات قرون لما جينا نشوف مصر كانت عاملة ايه في عصر البطلمة لان نظام الحكم كان ملكيا مطلقا والمصريين ملهمش اي دور في الحكم بالنسبة للجيش والقسطول في البداية كان اللي اتنين اقوياء جدا طب في الزراعة والصناعة والتجارة يعني في الحياة الاقتصادية اقول له في الزراعة حفروا الترع والقنوات وادخلوا محاصل زراعية جديدة زي العنب والزتون وقالات زراعية زي الساقية واستيراد سلالات جديدة من الحيوانات في الصناعة كان عندهم زيوت ومنسجات وزجاج وعطور في التجارة عملوا منارة الاسكندرية لارشاد السفن في البحر وفرضوا رسوم على التجارة الخارجية يعني فرضوا فلوس على التجارة الخارجية وسؤال بما تفسر انشاء منارة الاسكندرية ده مهم وبييجي في الامتحانات طب بالنسبة للحياة الثقافية اللي كانت موجودة في مصر اقول له عملوا حكتين مكتبة الاسكندرية ودي اشهر مكتبة في العالم القديم وجامعة الاسكندرية ودي فيها كل العلوم اللي كانت موجودة في الوقت ده كانت بتتدرس في جامعة الاسكندرية طيب بما تفسر ضعفها انهيار دولة البطلمة اقول له علشان تلات حاجات صورات الشعب المصري ضدهم وضعف ملوك البطلمة بعد بطلميوس الثالث وتدخل روما في شؤون مصر الداخلية دولة قوية اسمها روما بتتدخل في كل كبيرة وصغيرة في مصر تدخلوا امتى لما باقت دولة البطلمة باقت دولة ضعيفة لدرجة ان الرومان دول بتوع روما هيغلبوا ويهزموا اخر ملكة في دولة البطلمة اللي هي كلوباترة السبعة في معركة اكتيوم البحرية طيب ايه اللي حصل يعني من نتائج المترطبة على معركة اكتيوم البحرية اقول له تحولت مصر بقى من دولة بطلمية الى ولاية رومانية وده اللي ان شاء الله هنتكلم عنه وهو مصر تحت حكم الرومان هنشوف مصر كانت عاملة ايه لما الرومان بقى جمد وحكموا مصر بعد البطالمة وبكده نكون خلصنا الجزء الاول من درس النهاردة تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحط مستر عطا زكي شحط